درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر واجد نبيل من قناة دروس ببلاش فابقوا معنا فيديو اليوم لطلاب أولى عدادي وهو عبارة عن شرح وحل تدريبات الوحدة 12 الدرسين الأول والثاني طبعا زي ما اتفقنا وعملنا في درسين الأول والثاني لتو فيديوز لأن الدرس كتير فيه كلمات كتير فيه جرامر كتير فبالتالي عملناهم زي الفيديو زي الوحدة اللي فاتت ولكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو أكيد انت دلوقتي مشترك معنا في جروب أولى عداد دروس ببلاش كل مواد على الفيسبوك هسيب لك الرابط في صندوق الوصفة نبدأ مع بعض يا مستر واجد كلمات الدرسين الأول والثاني عندي كي بوكابيولاري طبعا مفردات عندي كلمات كتير هقرأ لك كلمات باللغة الإنجليزية مرة أو اتنين وبعد كده الكلمات اللي باللغة العربية قدامك مكتوبة أكاونتنت أكاونتنت أركتكت أركتكت خدناه في الوحدة اللي فاتت بيزنس مان بيزنس مان طبعا في بيزنس مان وفي بيزنس وومن كومبيوتر بروغرامر كومبيوتر بروغرامر فوتوغرافر فوتوغرافر انجينير انجينير انتروفيو انتروفيو طبعا أزا فرب هنا يبقى يجري مقابلة طبعا أو إذا كانت نون فهي مقابلة أي شخصية ريسورت ريسورت سينتست سينتست رايتر رايتر مارين بيولوجست مارين بيولوجست طبعا بيولوجست اللي اكسبورت ان بيولوجي اللي هو عالم أحيائي بحرية بايلوت بايلوت دينتست دينتست لابراتوري لابراتوري بيزنس بيزنس ديزاين ديزاين طبعا نجيز هنا سايلنت ديزاين يعني يصمم وممكن ديزاين يعني ايه تصميم بعد كده نيجي الكلمات الدرساء الأول عندي هنا فيوتر بلانز فيوتر بلانز اوفيس اوفيس ميتينج ميتينج انجين انجين يعني محرك أو مطور ماشين ماشين افريكان كونتريز افريكان كونتريز سكور تو سكور جولز يعني احرز هدف ويلي تشير ويلي تشير دي وان وورد يعني كورسي متحرك سم سم يعني مسألة حسابية او مبلغ من المال على حسب الجملة ترديشنال ترديشنال كويز كويز فوتوغرافر سوري فوتوغراف فوتوغراف ليصورة فوتوغرافية بنقول عليها فوتو سك سك نيم نيم خلي باقي نيم ممكن تبقى فورب يعني يسمي فولنتري وورك فولنتري وورك طبعا خدناها قبل كده في بداية السنة نيجي بعد كده لكلمات الدرساء الثاني لسنتو عندي ضايف ضايف اذا كانت ضايف فورب وممكن تبقى غطصة بمعنى ايه اللي هي لها اللونون يعني اكسبكت اكسبكت وايس وايس يعني صوت بشري طبعا فيه ساوند يعني صوت شي اتلانتك اوشن اتلانتك اوشن دريم دريم بريفير بريفير سبيشالي سبيشالي راديو بروغرام راديو بروغرام بريزنتر بريزنتر ديسايد ديسايد غالبا بيجي بعداته ديسايدته يقرر ان ضايفينج ضايفينج ريزالس ريزالس ترابل ترابل ستورم ستورم فولانتير فولانتير طبعا اذا كانت فورب فولانتير ماضي اللي يلفي يعني فورب ونون يعني متطوع ريكورد 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 كولاكت كولاكت عندي بعد كده بلاد امودن وبلاد ايه مشهورة عندي نوابع نوابع مدينة نوابع عندي تايلاند خلي بالك تايلاند يعني تايلاند بلد دولة تايلاند طبعا ازا كان واحد from he comes from تايلاند فهي is تاي تاي يعني تايلاندي تي اتش اي اي وشي اللي الان دي دي تبقى ايه تايلاندي بعد كده فرانس بعد كده انجلند انجلند استريليا بعد كده يعني التصريف الافعال غير المنتظمة طبعا غير منتظمة والفعال الماضي ليس باضافة اي دي عندي present المدارة عندي past عندي past participle عندي sell sold sold teach taught taught read خليبا اكماللي جاية دي read read الماضي بتاع read نطقها read يعني هي نفس الحروف ولكن النطق مختلف هنا read 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 forget forgot forgotten forget forgot forgotten بعد كده عندي fly flew flown fly flew flown spend spent spent طبعا دي تصريف الافعال الغير ايه المنتظمة نيجي بعد كده الجزئية مهمة اللي هي words and opposites الكلمة ايه وعكسها عندي useful useful يعني مفيد عكسها useless beautiful ugly beautiful ugly interesting boring interesting boring different similar different similar نيجي بعد كده لجزئية مهمة اللي هي هذي التعريفات وانا مش بقول لك حفاظها صمم من القموس او من الكتاب ولكن انت تبع عارف على الاقل لمعنى الكلمة باللغة العربية علشان لما تيجي اختيار ايه من متعدد عندي اول حاجة طبعا انا حطيت انا هنا هو عشان اكاونت انت تبدأ اي بفعول ان اكاونت انت اللي هو المحاسب اللي هو خلي بالك هنستخدمه بعد كده في درس الجرامر الفيديو اللاحق ان شاء الله a person who works with money and numbers اللي هو محاسب عندي a business man or a business woman عندي رجل عمال او سيدة عمال طبعا بيب الشخص الامان a person a woman who works in a business او business woman نفس الكلام a person who works in an office and goes to a meetings بعد كده a dentist اللي هو الطبيب اسنان a person who looks after people's teeth اللي هو بيعتني باسنان ايه الناس عندي بعد كده a scientist يعني عالم a person who الشخص الذي works with a science طبعا جزئته دي هتبقى في جزئية كاملة grammar في الوحدة في الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله an architect an architect اللي هو مهندس المعماري a person who designs a buildings بعد كده an engineer اللي هو مهندس a person who designs اللي هو الشخص اللي بيصمم or men's منز يعني صلح يعني or works with machines بيعمل اه بالالات او مستخدمة الالات اه engines and and buildings بعد كده a pilot اللي هو الطيار a person who flies a flies planes اللي بيطيري طائرات بعد كده a marine biologist اللي هو عالم احياء بحرية بنقول a person هو الشخص الذي studies هنا studies يعني يدرس the ocean المحيط the plants النباتات and animals والحيوانات in it بعد كده a computer programmer اللي هو a person who writes computer a program programs اللي هو بنقول عليه مبرمج computer نكمل هذي جزئية من التعريفات عندي هنا engine engine يقول محرك او مطور بنقول a machine that makes something move ده بنقول عليه محرك او مطور بعد كده عندي teacher teacher او مدرس او مدرسة معلم او معلمة person who الشخص الذي teaches a teaches students بعد كده machine يعني عندي an object of an electric that can do jobs for us ايلا بتعمل ايه تفعل الاشياء تؤدي الاشياء ايه لنا بعد كده meeting يعني اجتماع عندي a time when people who work together يعني ده الوقت اللي فيه الناس بيكتمعوا سويا كان توق بيتحدثون about important things عن اشياء مهمة او هم بعد كده photographer اللي هو a person who takes photograph or photographs اللي هو مصور فوتوغرافي بعد كده عندي writer يعني كاتب اللي هو a person who writes books or a articles بعد كده laboratory laboratory اللي هو ايه المعمل اللي تيجي بعد كده تقريبا في كل فيديو احنا بناخد اللي هو متلازمات لفظية عندي design design ييجي بعدها معايا مسلا buildings design buildings يعني يصمم ايه مباني عندي design machines or engines يصمم الالات والايه المحركات تيجي بعد كده write هنا يعني يكتب المعنى التقليد بتاعها write books or articles يكتب كتب او مقالات او عندي write computer programs اللي هو يبرمج برامج الكمبيوتر تيجي بعد كده لجزئية ال collocations برضو عندي look after look after يعني يعتني بي يهتم بي يصهر على روحة كزا عندي look after يعني look after sick people يعتني بالمرضى look after sick people بعد كده ازا كانت look after people people's teeth اللي هو ايه يعتني باسنان المرضى اللي هو بنقول عليه ايه dentist بعد كده طبعا عندي do وعندي make وعندي get طبعا في كل وقف في كل فيديو بي لازم بيعابلنا ايه في جزئية ال collocations عندي do do لما بتبقى مع voluntary work يعني يقوم بعمل تطوعي خلي بالك انا بقول do voluntary work مش make voluntary work بعد كده do a test مش make a test برضو نفس الكلام do a test يوب لي بلاءا حسنا او يؤدي اداءا ايه حسنا بعد كده speak ممكن تيجي بعدها لغات يتحدث اللغة مثلا speak french يتحدث اللغة الانجليزية speak english يتحدث اللغة الانجليزية وهكذا تيجي زي ما عدنا احنا بنقول كل حاجة في الفيديوهات بتشوف كل حاجة بنقرأ كل الكلمات بما فيها جزء reading بنقول كل التعبيرات ونحل لكل التدريبات عندي جزء reading on lesson one sb page 55 صفحة خمسة ايه وخمسين طبعا اللي هو كتاب المدرسة يعني ولكن الجزية دي موجودة صفحة ميتين سبعة وستين كتابي المعاصر عندي my uncle has got a very interesting job ويعني عمي او خالي عنده ولديه وظيفة شيقة جدا هو مهندس وبيقول لك بقى الشخص المهندس اللي هو ايه بقى الشخص الذي يصمم او يقوم بتصميم الالات والمحركات بعد كده عندي بيصمم اللي هو المحركات للطائرات يعني اريد اود يعني حابب ان اكون مهندس في يوم الايام my aunt is a business woman that's an interesting job يعني زوجة عمي او زوجة زوجة خالي is a business woman سيدة عمال that's an interesting job وظيفة كويسة جميلة interesting شيقة تو ايضا a business woman سيدة الاعمال يعني and a business man ورجل الاعمال are people هم الناس who work in an office اللي بيعملونا في مكتب and go to meetings go to meetings يذهبونا الى اجتماعات او مقابلات بعد كده ايه امير دي جزئية الريدنج الاولانية بعد كده عندي جزئية ريدينج تانية في نفس الصفحة 267 عندي my dream job الوظيفة حلم في ايه ان انا ايه الوظيفة اللي انا بحلم ايه بيها عندي هذا الاسبوع نسمة السوري اه امارين بيولوجست يعني التقينا عملنا لقاء مع نسمة السوري امارين بيولوجست عالمة احياء بحرية what is امارين بيولوجست عايزين نعرف ما هو او اه الوظيفة او ما هو المارين بيولوجست دي طبعا مارين بيولوجست is a person اللي هو عالم الاحياء البحرية او عالمة الاحياء البحرية is a person who هذا هو الشخص الذي او التي studies the ocean and the plants اللي بيدرس المحيط والنباتات والحيوانات in it why did you decide to become امارين بيولوجست ليه قررت انك تكوني امارين ايه بيولوجست بعد كده هنا نمبر تو عندي i am good at science i am good at science يعني انا كويس في العلوم طبعا good at عكسها بدء at بعد كده and i love the ocean انا بحب المحيط the animals الحيوانات in our oceans في المحيطات بتاعتنا are really beautiful جاملة جدا and interesting what's your day what's your day like يعني اليوم ماشي ازاي معاك او معاك هنا بيطول هنا in my job في الوظيفة بتاعتي كل يوم مختلف عن اللي قبله في بعض الايام ممكن تذهب للغتس حول الشعب المورغانية وايام اخرى اي تست تست يعني اقوم باختبار او اختبر المية من المحيطات طيب بعد كده عندي انا برضو دايما بقضي spend وقت كتير على الكمبيوتر على الكمبيوتر وبيكتب النتائج اللي هو ايه للاختبارات دي بعد كده ايه الافضل حاجة عن الوظيفة بتاعتك هنا او الوظيفة بتاعتك يعني بحثي العلمي هنا بساعد لحماية النباتات والحيونات في المحيط هو ده ايه افضل شيء حاجة حقا مهمة جدا ان احنا نهتم به نعتني به الكوكبنا isn't it طبعا ده الحاجة اسمه ده سؤال جزئية الجرامر هنجيلها بالتفصيل بعدين اللي هو ايه ما اسوأ شيء عندي هنا يعني في حاجات سيئة برضو عن كل وظيفة ليها مساواها وليها وعي مساواها وليها مميزاتها بعد كده احيانا يكون الجو حالة التقس تراب الفضيعة يعني ان حاجة مش لطيفة ان ممكن ان احنا نخرج برا في مركب للغطس لما هناك عندما يكون هناك ايه عاصفة طيب ما تيجي بعد كده لجزئية طبعا معلومات عامة او ملاحظات عامة على هذه الجزئية عندي حاجتين مهمين جدا عندي طبعا هنا عندي بالسي تطنط وهنا بالاس تطنط اللي بالسي هنا نون اللي بالسي هنا نون يعني اسم يعني نصيحة اسم لا يعد هنا نصحتي لك يبقى نصحت لك انك انت تتذكر كويس جدا ولكن هنا الطبعا هنا ايه ينصح دي فعل يعني انا عنصحك انك تقوم بعمل خيري كتير في الجمعية الخيرية عندي بعد كده كلمة وورك ازا كانت بمعنى عمل فهي ازا نون يعني فهي عمل اسمي لا يعد وممكن تبقى يعني يعمل والماضي بتاعها عندي يعمل في او لده يعني مسلا واحد بيشتغل في شرقة يقول لك ان انا يعني انا بعمل لدى شركة ايه كبيرة بعد كده يعني هند بتعمل ايه بتعمل فيه فندق بعد كده عندي خلي بالك حروف جرهية دي المهمة جدا يعني يتعامل مع عندي يبقى المحاسب يتعامل مع المال او الفلوس يعني والارقام اما كلمة يعني يعمل على تحسين ممكن يكون مهارة او صناعة معينة يعني انت محتاج انك تشتغل على معارة معارات الكتابة بعد كده ابوستروفي ابوستروفي دي لايك تو بلاس انفينيتيف لي اوانت لي اوود لايك يعني اريدو ايود لايك تو بتساوي ايوانت تو بتساوي ايوانت تو بي ايوانت ايوانت الفيديوهات يعني لو كنا عملنا لو نعمل الفيديو واحد طبعا الكلام ده كان يعدي خمسين دقيقة لكن اعتقد الامور دي ممكن توصل للفيديو ممكن يبقى نص ساعة والفيديو التاني ان شاء الله برضو يكون حوالي تلاتين دقيقة عندي كل ما قابلك حروف جر عندك عاوزك تهتم بي وكل ما هي عندي يعمل لده وإحنا قلناه من شوية عندي يتعامل معه لما قلنا يعمل معه او يتعامل معه كذا يعمل فيه ويبقى بعدها مكان كم النقود التي يحصل عليها من العمل التجاري عندي زي ما قلت لك يأتي بعدها في المصدر يقر قرر نحن نخرج برا بعد كده اللي هو المنزل المجاور اللي هو الجيران يعني على الاقل وطبعا على الاكثر بعد كده يعني ينخفض او يهبط بعد كده يدقق في المعلومات او يفحص المعلومات بعد كده يعني يحرض الكثير من الاهداف عندي هنا بمعنى يلتقط يعني زي ما نقول بياخد صور كده بنقول يلتقط صور بعد كده على الهاتف خلي بالك من دي علشان لما تيجي بعد كده حرف جر في بعض التدريبات اللي هي التدريب اللي جا ان شاء الله طبعا لو راحبه الساعة تبقى انت بتقول لها نتيجة واحد يقول لك thank you فانت بتقول you are you are welcome بعد كده يتعلم عن بعد كده هذا تبدو كنصيحة عظيمة خلي بالك هنا ايه ضايفز يتطوع للغطس انه من المهم ان ويجي بعدها فعل في المصدر بعد كده في الايام الاخرى بعد كده خلي بالك من دي بقى طبعا على حسب الجملة هنا هنا بمعنى صعب او جاف او آآ جامد يعني او هنا بمعنى صعب يعني عمل ايه صعب لكن مسلا ممكن اقول لك يعني يعمل بجد يبقى انت كلمة حاجة معينة اجواب مسلا بعملها بقول لك الحاجة دي صعبة ولكن انا اقول لك انك بتشتغل كتير وتعمل بجد مسلا يعني الباقي من وبعد كده يكتشف او هتبين بعد كده وتيجي برضه في جملة بعد ايه شوية طيب ما تيجي نحل بعد كده بعد مرور حوالي 23 دقيقة دلوقتي نحل ايه التدريبات عندي عندي خوز ذا correct answer from ABC or D عندي هبا works in a bank she is a or an طالما بنك عندي اكتور accountant عندي teacher عندي nurse طالما ابنك يبين ايه accountant بعد كده عندي نمبر ايمن زهابي is taking photos he wants to be a or an طالما photos يبا دنتست business man engineer photographer طبعا بعد كده عندي نمبر ثري نجيب محفوز is a famous space he wrote many novels programmer business man بزنسمان عندي writer عندي scientist طبعا هو ايه كاتب ايه مشهور نيجي بعد كده ميكملين هذي الجزئية نمبر five دكتور زويل was a great space he made many wonderful discoveries in science طبعا دكتور زويل طبعا معروف انه he is a great he was a great هنا architect لا طبعا لا dentist writer scientist طبعا هنا ايه بعد كده عندي نمبر six he has many projects and a big company طبعا عندي photographer engineer business man writer طالما في والحاجات دي بقى بزنس ايه man تيجي بعد كده عندي نمبر seven اه I like computer so much شو بحب الكمبيوتر جدا I hope to work as a or an space in the future طبعا لما في كمبيوتر وعندي actor عندي dentist عندي computer programmer عندي doctor يبهي هنا ايه computer programmer يعني مبرمجي computer بعد كده تدريبات كتاب المعاصر عندي نمبر eight a space is a woman who works in an office and goes to meetings طبعا عندي dentist عندي business عندي businessman عندي هنا business woman عندي هنا teacher طالما هنا قالك is a woman يبهي هنا ايه is a business ايه woman تيجي بعد كده عندي نمبر ايه number nine the space of his exam اه made us happy عايزين نقول اللي هي النتائج بتاعت الامتحان بتاعت مد اصحابي خليتنا ايه مبسطين عندي results tests rest plans اه طبعا عندي the results اللي هو ايه نتائج الامتحانات نيجي بعد كده عندي اه number ten an engineer is a person who المهندس هو الشخص الذي ايه هو space machines and engines plays act designs cooks طبعا دي جملة سهلة واللي هي يعني يصمم بعد كده عندي number 11 اه طالما flies planes يطير الطائرات عندي architect عندي dentist عندي رايتر عندي بايلوت هي الاجابة الصحيحة ايه بايلوت نيجي بعد كده number 12 الشخص اللي بيدرس عندي 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 ادوكتور طبعا هنا امرين بايلوت طبعا بناء على كل الكلمات اللي ايه ارينيها تيجي بعد كده ماريام has got that space for her test she did very well يعني جابت ايه عايزين نقول جابت النتائج يعني بتاع الدرجات بتاعتها قبل الانتحان هي عملت قبل تبلان حسنا عندك ريزينز عندك ريزالت عندك اوشنز عندك انجينز طبعا هنا ايه ريزالت يعني ايه النتائج تيجي بعد كده number 14 انه مهم جدا طبعا هنا 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 طبعا ايه لازم نقول يعني يعتني بيه يهتم ايه بيه نيجي بعد كده لاخر جملتين في الجزئية هذا الفيديو عندي طبعا الجملة دي اصلا اردي لسه احنا كنا اقلنا من شوية بعد كده بعد كده طبعا هو طالما فيه ميقدرش يمشي يبقى هنا عندي عندي يبقى هنا عندي ان وده طبعا الجزء الاولين كده خلاص احنا انتهينا من وان شاء الله في فيديو لاحق هيكون فيه زي ما انتشاف دلوقتي هنشرح 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 ولكن عندنا اللي هيكون فيه جزء مهم جدا اللي هو اللي هو دمير الوصل وطبعا درس طويل جدا يعني بشرح تفصيلي هيكون عبارة عن درس اللي هو السؤال المزيل التقي بكم في فيديو جديد ان شاء الله في شرح الجزء الثاني من الدرسين الاول والثاني unit A12 my future my best wishes mr. وقدي نبيل